الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من معها الضباط الصف المعالمين بالتل الكبير القوات المسلحات نظم اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط اليوم تونس تواجه نيجريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة 157 معها الضباط الصف المعالمين بالتل الكبير حضر الاحتفال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وبدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسي الى ساحة الاحتفال بمعهد ضباط الصف المعالمين بالتل الكبير وعقب ذلك عزفت الموسيقى السلام الوطنية الجمهورية وكرم الرئيس السيسي أسرة الشهيد البطل الرقيب أحمد محمد عبد العظيم خلال حفل تخريج دفعة 157 من طلاب معها الضباط الصف المعلمين نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين والضباط الاحتياط المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يتم انتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على آخر مستحدثات التكنولوجيا وشارك في الاختبارات أكثر من 519 من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 25 من الشهر الجاري وحددت الوزارة الحد الأدنى لشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 7.7% و95% للرياضة و80% لشعبة الأدبية وأضفت الوزارة أنه سيتم فتح المعامل بالجامعات المصرية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالث عصرا يوميا خلال أيام المرحلة أشهد البنك الدولي بمعدلات النمو الاقتصاد المصري مؤكدا أنه شهد خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات الهيكلية كما شهد تحولا من الاستهلاك إلى الاستثمار والاعتماد على زيادة صاف الصادرات وخاصة من الاكتشافات الأخيرة لأبار الغاز الطبيعي مثل حقل الظهر كذلك ارتفاع عائدات قناة السويس لأعلى مستوياتها منذ عام 2010 جاء ذلك في النسخة الجديدة من التقرير الدوري للبنك الدولي مرصد الاقتصاد المصري الذي صدر بعنوان من التعويم إلى الازدهار وأضف أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تفاعلت بشكل إيجابي مع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لافتا إلى ارتفاع النمو من نسبة 4.2% إلى 5.3% العام المالي الماضي فيما جاءت المساهمة الأكبر في الناتج الإجمالي المحلي من قطاعات الصادرات والاستثمار الخاصة وأشهد التقرير بتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011 ليبلغ نسبة 8.1% بحلول الربع الثالث من العام المالي الماضي كما أشهد البنك بصلابة النظام المصرفي المصرية حيث تراجعت القروض المتعثرة إلى نحو 3.9% في جيسمبر 2018 بدعم من اللوائح الرشيدة فيما استمرت أحجام السيولة ورؤوس المال المتاحة لدى البنوك في النمو وأتوقع تقرير أن يواصل معدل نمو إجمالية الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى نسبة 6% بحلول سنة المالية 2021 يلتقي اليوم المنتخب التونسي نظيره النيجري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في مصر وتقام المباراة على استاذ السلام في تمام الساعة التاسعة مساء وكان المنتخب التونسي خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره السنغالية بهدف نظيف فيما خسر المنتخب النيجري أمام نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف اشتركوا في القناة